كل حضراتكم سريعاً جداً موقف مطش طيب خلينا نروح الأول طبعاً أقول لكم آخر تطورات أو مستجدات مباراة نهاية أفريقية بكراً إن شاء الله بإذن الله كابت الخطيب بيدعو مجلس إستدارة النادي الأهلي عشان يجتمعوا غداً والحقيقة يمكن الدعوة وجهة لمجلس الإدارة عشان يتم عقد اجتماع في الخامسة مساءً بكراً إن شاء الله يوم الحد بحضور مجلس إستدارة شركة الأهلي الكرة القدم أيضاً وده عشان يتم عرض فيه آخر في طورات الموقف الخاص بمباراة الأهلي ولداد مباراة نهائية لدوري أبطال إفريقيا وده يمكن جاء بعد ما النهاردة لجنة إدارة الأزمة عقدت اجتماع ظهر اليوم برئاسة كابتن محمود القطيب اجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس عشان يتم متابعة كل الأمور المتعلقة بالمباراة وفي مقدمتها إنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يختر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن كمان إنه الكاف مردش على الطلبات اللي أرسالها ليه النادي الأهلي من ثلاثة أيام الطلبات دي تضمنت إنه يتم تحديد حصة النادي الأهلي في تزاك المباراة ومش معنى إنه الوداد مغربي والمباراة بتلعب في المغرب أنه هيكون من حقه الحصول على مقاعد الجماهير لا طبيعي جدا إنه يتم تخصيص نصف المدرجات أو نصف ساعة الأستاذ زي ما طلب الأهلي في خطابه لتحاد الأفريقي إنه يتم تخصيص نصف تزاكر المباراة لصلاح النادي الأهلي كمان مسؤوليته عن حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفح وإسناد اللقاء لتاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة والاستعانة بتاقم اللي هيبقى مسؤول عن تقنات الفار من أوروبا وبنان عليه تمت الدعوة لعقد الاجتماع المشارعي ليه بكرا إن شاء الله بإذن الله وان